يعني الاهلي فريق كبير جد وعنده مطشاط وعنده بطولات لسه الموسم لسه ممتد انت بتتكلم على نجوم مهمة جدا وكانت مؤثرها مع الاهلي في بطولاته قبل كده كانت قاعدة دكة مبارح يعني بيرسي تاو كان قاعدة دكة احسين الشحات دكة علي معلول دكة شوف الاحتفال او شوف الحالة الفرحة رغم انه اللعيبة دي قاعدة على البنش وممكن يكون فيه بينه وبن بعض منافسة يعني فيه لعيبة ممكن تتداق شوية لو كانتك مثلا على سبيل المسال مش الحصر يعني يعني الموقف ده ممكن تقوله في مراكز كتير في الاهلي يعني كل مركز حقيقي فيه من نجم واثنين وثلاثة لكن بص مثلا على لقطة رضا سليم وهو بيسجل وحسين الشحات معا حسين هو اللي بيجري يحتفل مع رضا رغم انه رضا بيلعب مكان حسين والمنافسة فيما تبقى من مطشاط في الموسم هتلاقي حسين بوس حسين اللي بيجري وبيسلم على رضا خدوا بالكم يعني رضا جاي من فترة مش قليلة فالروح دي احتفال اللعيبة بوسام وهو لسه اللعيب جديد داخل سكوات كأنه معانا بقاله تلات اربع مواسم احتفال اللعيبة كلها مع انتوني مودست تحسن لعيبة بجد فرحانا مش شو مش مش لقطة عشان الكاميرا وسام ومودست زي ما كنت بكلم على رضا والشحات لازم اقول وسام ومودست هم عارفين ان في منافسة وان واحد منهم هيبقى اساسي واحد منهم هيبقى احتياطي على حسب رؤية كولر او على حسب طبيعة المباراة او حسب الخطة او حسب التفاهم اللي بينه بين الاجنحة كل واحد هيبقى ليه فرصة لكن في النهاية فيه بينهم وبن بعد منافسة لكن لما تشوف الروح دي ده جون مودست طبعا بس افشا مباراة الحقيقة برضو اقدم مباراة كويسة جدا مودست جون مش تقليدي يعني جون فيه تحرك وفيه سرعة بيسرق المدافع بتاع البلدية وبيزبقوا وبيستلم الكورة وبيلف ده احتفال طبعا اللعيبة الاهلي مع مودست فيه فرحة حقيقية يعني مش مجرد احتفال وجبنا جلو خلاص لا فيه احساس انه يعني العيبة بتزوق مودست بتحاول تساعده وبتحاول تحسسه انه 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 احنا معاك احنا في ظهرك احنا بنفرح لك الحاجات دي كلها مش كورة اللي انا بقوله لكم ده ملوش علاقة بالكورة ولا بالتاكتك ولا بالفنيات ولا بالتغييرات لكن بتعكس حاجة مهمة جدا اسمها روح الفنيلة الحمرة دي الاجواء في قضة لبس النادي الاهلي اللي محتاجينها وبنرهن عليها دايما فيه ما تبقى من مشوار نهارده زي ما قلتلكم المجموعة اللي لعبت موتش مبارح كانت تمرينات خفيفة اغلبها التمرينات السشفائية وبعد كده داخلوا الجيم اما المجموعة اللي ما لعبتش طبعا فخضت التمرين بمختلف فقراته الكامل